موسيقى هل تريد أن تصل إلى المشاهدين في جميع أنحاء المملكة والعالم؟ هل تريد أن تكون شريكاً إعلانياً لشبكة قنوات الإذاعة والتلفزيون السعودية؟ لإعلاناتكم تواصل معنا على الهاتف البريد الإلكتروني موسيقى شبكة قنوات الإذاعة والتلفزيون السعودية أكثر من خمسين عاماً من العراقة والريادة موسيقى موسيقى أهلا بكم في الملعب عبر شاشة الرياضية السعودية حلقة استثنائية هذا اليوم مع شخصية مهمة في خارطة الكرة السعودية تحديداً في البيت الهلالي بعد الفاصل نعود موسيقى موسيقى أكثر من ربع قرن التصق فيها الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز اسماً وفعلاً بالقلعة الزرقاء وبات أحد أسمائها الكبار ورجالاتها المؤثرين ورموزها المعروفين حتى خالد بن طلال نفسه لم يكن يظن أن تطول به هذه الرحلة وإن كان الحب للكيان الهلالي ورثه عن والده وزادت حبال العشق التي ربطته به متانة عبر أكثر من عشرين سنة ساهم فيها في أن يتوج الزعيم عبر طائرته الشبح بكل البطولات محلية وخليجية وعربية وأسيوية يصف المقربون من الأمير خالد بأنه الأنقى سريرة والأصفانية الأكثر مبادرة حين يشحون والإقدام عندما يهبون لكنه يقدم الحب على الكرة والاحترام على التجاهل والأعراف والتقاليد على ما يناقضها حتى لو أدت لخسارته المعركة فهو صادق بحق ومؤازر للحق صوته المؤثر في البيت الهلالي لم ينله لأنه عال بل لأنه أحد القلائل الذين لم يتخلوا عنه يوما ولا عن منسو به لم يسعى طوال تأريخه مع الهلال أن يختار غير البقاء في الصف الواحد حتى في أعز وأحلك الظروف وعلى الرغم من أنه خيارا جاهزا لاعتلاء كرسي الرئاسة فضل أن يكون باحثا عن من يملأه داعما لمن يجلس على الكرسي ومدافعا عنه فمن هي الإدارة التي ستصمد أمام ثورة المدرج الأزرق عند غضبه كثيرا من أعضاء الشرف لم يستطع أن يخرج ويبرر الجمهور الكثير من الملفات لكن اليوم وفي برنامج الملعب يخرج عضو الشرف الهلالي المؤثر الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز ليجيب على الكثير من التساؤلات التي تسعى الجماهير الهلالية للحصول عليها أهلا بكم مرة أخرى في الملعب رحب بضيف هذه الحلقة الاستثنائي صاحب السمو الملك الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز عضو شرف نادي الهلال الصوت المؤثر في البيت الهلالي حياك الله سمونامير شكرا لتلبية دعوة البرنامج أبرك ساعة وزاكم الله خير وعطتنا زيادة أنا حقا الله سلم تستحق قويكم الله خلني أبدأ سمونامير من نهاية التقرير الأمير خالد بن طلال شخصية اجتماعية رياضية معروفة محنكة خاضت اختبارات صعبة على المستوى الرياضي لم نشاهد الأمير خالد بن طلال لمرة يترشح لكرسي الرئاسة يملأ كرسي الرئاسة في نادي الهلال لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزاكم الله خير السؤال هذا المهم الله يسلمك علاقتي بالهلال من الوالد الوالد كان من أيام الشيخ عبد الرحمن مسعيد الله فالوالد الله يحفظه كان والأعمام أيام خمسين سنة قاعدين حكي كانوا المبالغ يجتمعوا ويشوفون المبالغ كم هي نتكلم عن آلاف عشر آلاف خمس آلاف الأقرين وجمعوها ويخذوها ويدفعوها لعبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن مسعيد واستمرت العلاقة القديمة إلى الأبناء والعلاقة هذه يعني براثية ولكن حب جارف للهلال مثل يقولون فيه مثل يقول عن أبنى وعن جد هذا يقولها وليدي طبعا عن أبنى وعن جد أنا بالنسبة لي الله يسلمك بدت العلاقة الفعلية يعني من 86 من بعد العودة من أمريكا من بعد العودة من أمريكا كانت العلاقة مع العمير عبد الله بن سعد بالسر كنت أنا وياه وبين النقر النقر وفي عدة أشخاص مندوبين يصير بين المبالغ تروح بظرف ما حد يدري عن النوية إلى 93 نتكلم عن عشرات الألوف أو مئات الألوف في ذاك الوقت ولا حد يدعنا حتى لمن عبد الله يعني كانت محفوفة المواضيع يوم جاءت سنة ثلاثة جاء في أظن في وقت ما بعد 86 للترشيح قلت يا جماعة أنا توني جاي من خارج يعني صعبة زجوبي في وضع توني جاي في هناك يعني ناس غيري هذا كانت أول ترشيح أول ترشيح طيب عرفنا السبب الآن ليش أول ترشيح جاء ترشيح الثاني وجدت أنه كان في وقت من الأوقات بدون ما أسمي أسامي تكتلات في الحلال نعم تكتلات مع عشر وقلت يا جماعة ما لش ما نفوس لذاك الوقت أنا أتكلم على التسعينات بداية التسعينات كان في تكتلات الآخر هي بدون ما أدخل بالتفاصيل وأظن أنها وقت صحي بتاتي هذا الترشيح الثاني الترشيح الثالث جاء على أساس ناسي بالضبط متى لكن أنه جاء وقت خالب قلت لهم يا جماعة فعلا كان هناك من أكبر مني وأنه هناك عنده خبرة أكثر ويستحق أكثر ولو أنه كان في أعضاء الشرف معي الأكثرية ولكن هناك من هو أنا في رأيي أكثر خبرة وقت فقلت هو أول هذا بعد ما توليت الطائرة 93 والرابع والأخير يوم سميتها بيان الاستخارة رحت استشارت الوالد عام كم هذه سمونا والله العظيم أظنه قبل الأمير سعود أو الأمير محمد بن فيصل ناسي بصراحة 2004 كذا كان ما نقاذ والله أدك أكثر رحت استشارت الوالد والملك الله يحفظه والميرناي في الله رفض الله كل واحد عطى رأيها بدون ما أقول من قال إيش أحدهم قال من أراد مدخل سياسي فسيدخل عن طريقك ولكن اللي تبغى راح تكون أنا معك الثاني قال رياضة متدنية ومستوى وإعلامي متدني رياضي ولكن أنا معك الثالث قال لي يالي منتب حمقي ويديك مخروقة كيف يعني بيش سو ضارة معا ولكن أنا معك والله العظيم الثلاثة قالوا نحن معك بعد ما يجيك رجاجيه مثل هؤلاء بالرأي والخبرة والعلم والخلفية يقولو لك هالكلام هذا يعني صعب في الآخر طلعت بيان ما يسمى بيان الاستخارة بعد اسبوعين كوين لجنة من ثلاث أشخاص واعتذرت اعتذرت عن الموضوع وبعد ما شفت ما حصل أظن بدت الإساءات الكثيرة بدت بتواصل شبعا مع أمير بندر ومع أمير عبد الرحمن فعلا قلت الحمد لله لأن أمير بندر ومع أمير عبد الرحمن مثلا استطاعوا وغيرهم استطاعا يعني يتفاعل ويتعاطى مع الوضع الهلالي أو الجماهير لكن عندك ثقل عظيم والكيان الهلالي والهلال نفسه يعني في حب متبادل موجود كعب شرف أو لعبين أو أجهرية إدارية طبع نفسك في هالموقف الآن أقول لك يعني كان صعب كان حيكون صعب وكان حيأثر شخصيا وحيأثر على الأداء طيب فالآن عرفتها بعد اللي شفتها طيب بما أنك ذكرت سمونا أمير تكتلات في الفترة الثانية الثانية نعم إيه والخلني أبدأ معك أو أدخل على حديث الأمير عبد الرحمن المساعد نعم مساء أمس تحدث عن أنه فيه شرخ في الهلال تحدث عن أنه فيه خذلان من قبل الشرفيين غير مقصود هذا ما يمر فيه الهلال فيه خذلان حصل وأنا اعتذرت له في مرتين في إحدى التغريدات وإحدى مداخلات نعم يوم احتاج وقفة كان فيه خذلان من وقفة عضاء الشرف ونمه ومفروض عضاء الشرف شغلتهم من أحدى وظائفهم في السلبيات في الاسئف متى احتاجها بالضبط؟ كان الله يسلمك بعد عفاء سامي أو قبل؟ هذه وحدة والثانية كانت بعد مدة من من آسيا مش في آسيا بالذات لأنه آسيا وضع الحكم الحكم نتكلم فيه بعدين بعدها بمدة بعدها مع فريق النصر أي والإساءات غير الإساءات كان فيه خذلان لكن موضوع مقصود أو غير مقصود أنا بقول لك أنا عارف أن اليوم بتسألني أسئلة وبعض الأخوة الجماهير لأنه فيه انفصال في الرأي بعد موضوع سامي مثلا حيزعلوا حيقولوا ما يقولوا لكن والله العظيم مكذب عليك تعودنا على الصدق تعودنا على الصراحة وسنستمر على الصدق وعلى الصراحة بغض النظر لأن التويتر صار عندي مثل يقولون التواصل اجتماعي صار عندي مناعة ضده ما عندي مشكلة فيه ليه؟ فأضحك لأن واحد قاعدا في بيته مريح طق لهذا الكلمتين وثلاث كلمات والثاني اللي يكد وما يكد والآخره يقول هذا يترزز وما يترزز أنا مساكسوال ما عليش اسمح لي تفضل ألما تجي تدفع مثل ما قلتك ديك اليام حتى 93 وبعدها زادت الأرقام الدفع الملايين إلى عشرات الملايين طراحة ولن أذكر كم المبلغ الإجمالي لأن من الخجل والحيا لأن هناك مساكين ومحتاجين من هم أولى بهذه لكن لم يعد رحمان ذكرت لأنه كان فيه هجم قاسي يعني وحقق في ذاك الوقت خمسين بطولة أو بعد ما وكلم منصور الشريف ثلاثين بطولة قد تصل ثمين إلى مئة بطولة ف حنا عند المشكلة ننسى ما مضى ننسى عراش راحه أه أبن سعيد الأمير هذلول الأمير خادم فيصل بن تركي عبد الله بن ناصر الله يغفر لهم الأمير فيصل بن يزيد الأمير خادم يزيد رحمة الله عليه أهل أمير سلطان محمد أمير ولي بن طلال أمير عبد العزيز بن فهد ورؤسة لأني أمير فيصل سعيد بن تركي ننسى ننسى عندنا مشكلة الآن في فترة معينة من العيال ماسكين المواضيع جزاهم الله خير فيصل بن سلطان سعيد بن سلطان أحمد بن سلطان بيجي دور اللي بعد ننسى الوفا والإخلاص غير موجود في الرياضة ككل همنا في ذيك الحزة يا جماعة بكل احترام وتخديري العاقل يعرف إيش هذا فلان عمل وعمل طبعا في بعض الناس يمكن ما دفعوا أو ما قدوا يدفعوا ما كان يمكن بس عندهم الرأس وعندهم العقل وعندهم الإمكانية أنه مشاركوا ولهم بصمة في 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 الهلال وهذول يقال طيب كم دفعت وما دفعت يا أخي شوفوا شعمل شوفوا شخدم بدون ما أقول أسامي يعني وفي بعض الناس بالسر طبعا أنا قلت الأرقام هذه ليه عشان ما أنا البضحك والشو هذا اللي يتكلم مثلا انت اللي حيني بس سكسوان لو قلك يدفع على فريال ما دفعتها الجماهير المشكلة عندنا مثلا في الغربية وصلوا في أحد الحصريات ثلاثمية وخمسة وخمسين وثلاثمية واربعين ألف الاتحاد والأهل عندنا لوسطة المية ألف وتسعين ألف طيب ليش كيف وش أسبابها لم ندرسها يعني في شح في الموضوع هذا وفي بخل في الموضوع هذا وش أسبابها الله أعلم لكن في الله يسلمك يجب لا ننسى الناس الذين خدموا الهلال ويجب أن ما حد نساهم في أحد نساهم سموني من اسمع منسيين منسيين أنا مثلا في في أحد النقاشات واحد يسألني طيب أنت دفعت وش وحين قلت خرب عقلك أفتعلك صفحات وش دفعنا وش عملنا وش فعلنا والله العظيم أن في بعض عضاء الشرف السابقين ورؤساء الأندية من رهن بيته ومن باع أرضها الوحيدة لدرجة أن في واحد رهن شيء خاص بعائلته عشان الهلاء وثم استردها وما استردها لهذه الدرجة وصلت لبعض الناس اللي يعرفهم هذا لو كيف ننساهم كيف تنساهم ما كان تنساهم يا أخي حتى لو راحوا توفى أو ما توفى إذن ماذا يقصد الأمير عبد الرحمن من خدلان أعضاء الشرف هذا أنا أظنها قصد الأمير عبد الرحمن خدلان في الوقوف جنبه في الإساءات في موضوع يوم كان موضوع سامي وفي كذلك في إقالة في موضوع بعد النصر بعد رجل لأنه بعد رجل كله كان على الحكم طيب أنت اعتذرت مونامير تقول للأمير عبد الرحمن البقية ليش موقفت الموقف التصدي بهذا الموضوع لا لا أنا أقول لك أسفح خوفا موقفنا بعد مرات واحد يقوله شو له الدوشة ووجع الدماغ والإزعاج أنا عندي مشكلة الحق يقعد فيها لو تأبلعه نحلت وطلع يبني كثير ما أرتاح طلعت الحق لأنها في ذمتك حضاي الشرف يرون شو لها دوشة الدماغ فيها الوقوف في الموضوع الفلاني أو الموضوع الآخر ولكن بينهم بين نفسهم بينهم النميع عبد الرحمن أكيد حصل أنه عافين وهذا اعتذر حتى لو ما قالوها أو باين على وجههم لا ألقاش في ذلك لكن عندك الله يسلمك جماهير بمئات ألوف بالملايين محبين رجل لعب نجم يحبونه وحنا نحب وعندي أدل على بعض المواضيع من هذه ودي أن أتكلم فيها بعدين إذا جاءت الفرصة فالكلاش مع الأكثرية والجماهير بعض المرات يبغالها طولة نفس والتوكل على الله وقلها يا أخي وفي النهاية الحق يبان والجماهير منفصلة وأنا وجدت مثل المداخلة الأخيرة التي حصلت بعض الناس مش فاهمين إيه سببها حصلت في إحدى القنوات مداخلة لك إيه أنا مداخلتي كانت على موضوع ثاني أحد العداء الوطن خونة الوطن حاول يضرب جماهير الهلال والمصر والأمراء والجماهير ببعضها لبعض هو خاين معروف ووقف حسابه مرة مرتين ورجع يعني لسه خاين أنت تدخلت بشأن هذا الموضوع أنا دخلت بشأن الموضوع لو ترجع لدقيقة السابعة في المداخلة هذا كان ساب الموضوع سألوني عن المدربين وسامي جابر قبلها فجوابنا في الموضوع هذا وراحت هذه المهمة التي أنا داخل فيها الصحفيين وبعض العلاميين أخذوا كلامها الرجل هذا وبدوا يتهمون الهلاليين أنهم عداء وطن وأنهم خونوا وتعاملوا مع هذا الشخص جاء صحفيين قالوا الأمراء مثلا مفروض يكونوا في يلعبوا في قصورهم واحد ثاني طرع في جريدة قال مفروض يطلعوا من الرياضة مع أن أكثرهم في الأندية كلها كانوا سبب أساسي مع التجار فيها الأندية لو ما كانوا موجودين كان يحصل كارثة وفوق هذا كلها مشوا مع الكلام خلوا في الهداء واحد ثالث عمل حركة صورة معينة في شيء قدام المرمى وحط دبابة من دبابة هذا يدلك أنه انجرفوا مع الكلام وهذا ما كان يريده هذا الخائن هذا العدو وانجرفوا معه من باب التعصم وقعوا في الفخ وهذا ما كان يريده وقعوا في الفخ لدرجة أنه الأخ العزيز زمير عبد الرحمن رد على الرجل هذا وكما ودي رد عليه به اسمه لأنه ما تعطي يعني يجب لا تعطيه أصلا فرصة أنه يدخل بين هالموضيع هذه فأنا مداخلتي أنه يجب محاسبة أي شخص يدخل في الموضيع هذه لأن هذا ما يريده هذا الشخص من الفتنة والتعصب والعنصرية وراءه مدخل سياسي رياضي خبيث وهذا كان سبب مداخلتي لكن سؤالت على الموضوع الذي قبل وفجاو طيب يحسب لك هذا الأمر سمو الأمير لكن خلني أدخل في موضوع ذكرت المدربين خلني أدخل في موضوع سامي الجابر سامي أنت في مداخلة هاتفية معنا في برنامج الملعب ذكرت بأن معكم تعيينه كان قرار عاطفي وإيقالته كان قرار صائب طيب أول شيء سمو أمين خلي أسألك في الاجتماع الشرفي اللي صار بشأن عفاء أو استمرار سامي الجابر الأمير عبد الرحيم الساعد هل كان يريد بقاء سامي والشرفيين هم من يريدون إعفاء سامي طيب خلنا نركز على الموضوع هذا بالذات من لا يوضح التاريخ ويصح على التاريخ ويؤكد هذا الصح وهذا الخطأ إذا لا يستطيع أن يستمر للمستقبل نضع النقاط على أحرف ممتاز أعطيكم أنا تاريخ مثلا أنا وسان مدون ما أحددها هو يعرفها ونعرفها محبتنا وعلاقتنا قوية اسألوه عند نقاش سبع ساعات لما كنت مترأس بطوط النخبة في تونس حوار سبع ساعات يوسف الثانيا قاعد معنا نصف ساعة تركنا خميسة عبران قاعد معنا ساعة وتركنا سبع ساعات لا يجلس رجل مع رجل سبع ساعات إلا في محبة ووفا وإخلاص عن جميع الأمور هلالية والدنيوية والأخير اجتماع راشرة في باريس عشان انضمامها لي وولفر هامتون مم موضوع ثاني خاص يدل على المحبة والوفا والإخلاص اللي بيننا في باريس لندن وولفر هامتون أنا وياه سرية عقد وولفر هامتون لا يعرف عنها أحد حتى الحين ومنهم سامن ترشيحة للهلال تدريب الهلال أنا من الناس اللي كنا مع الموضوع وللترشيح أحيان برجع لك ياها والإقالة كنت مع الإقالة ولكن طلبت شيء وهذا اللي عبد الرحمن والأعضاء الشرف موجودين أنه يكون بمكانه بطريقة طريق تلق بتاريخ سامي الجابر صراحة تدريب رجل طبعا مهما كان أنا حكام ومدربين السعوديين السعودي وشاب خدم الهلال هو صغير ونجم ومدير كرة ومدر بحيان مهما كان صحيح نرجع لموضوع الترشيح ريم عبد الرحمن كان مع ترشيح ومع عباشرة لكن أنا بقول لك صراحة وقلتها قبل هذه صراحة وهذا الحق زيدان يوم يكون مدرب قال لا مساعد مدرب سامي رجل لطموحات ويريد مثل أي شخص لا مش كاي شخص بعض الناس يحب مناصر عنه طموحات بعض ما عندهم عنه طموحات حنى مفروض ايش كنسوي حنى هو كان جاهز المقل ناله لكن كنفروض يقول لسامي سمع مستقبلك الهلال كما كان تعال يكون هنا ندرب عالمي تكون أنت مساعد مدرب تتجهز خلال ثلاث سنين تتجهز نفسك للموضوع هذا أو أولمبي أو إلى آخره لكن حنى من ناحية عاطفية حبنا للهلال و سامي توكلنا على الله في ترشيح الفريق الأول الفريق الأول إجماع كان سمونا مير لا ما كان بدون سامي كان في تحفظ من البعض لها السبب أنه لسه مو بوقتها الآن ليس ضد سامي لكن حنى متوكلنا على الله طيب وتوقعنا في شيء و فعلها أنه هذا الكيميستري هذا الكيميا مع جمهير مع اللعبين يعني المفروض من ناحية الخبرة أنك تأخذها ستب ستب هذا الصراحة يا أخي مش ريزعل حلو ريزعل لاحو الأوقات اللبنة طيب درب الهلال درب الهلال مشت المواضيع بس مشت كدائما رقم ثنين يعني الوصيف كان في نفس الوقت هذا النصر بعد أربع سنين ظهر في السنة الخامسة تواكبت الثنين مع بعض نادي النصر النصر عودة النصر سبب يعني نعم لا عودة النصر ونفس الوقت وجود سامي كان صار الوصيف وصار النصر في رجوع أهل اللي غاب عنه سنين النقطة الحساسة هنا يوم جاء موضوع الإقادة نحن بعض الناس يجي يقول عشان الأضواء من الأضواء يا أخوي اللي يعطي الحب واللي يعطي الأضواء واللي يعطي اللي يعطي المحبة واللي يعطي القبول واللي ينزع القبول واللي ينزع فيها ربك لا أنا ولا غيري ممكن تدفع ريال والله سبحانه وتعالى يخليها مئات المليون ريالات وممكن تدفع مئات المليون ريالات وحصلت في إحدى المناطق راح تدفع واحد مدري كم راحوا الناس بعدين هناك لقوا الرجوع يدعون لواحد ثاني قال يا أخي مليون تدفع فلان قالوا والله إنها مدري ندعي لفلان فهذا ربك هو الذي يضع واللي يشيله أو ينزع في الإقالة إيش اللي حصل اسمح لي أتوقف معاك في مفترقات في مسيرة ثامي التدريبية قبل الإقالة لا لحظة إيش سؤالك اللي قبل هذا أنا أبغى أسأل أنا عندي سؤالين سألت على قرار وبعدين على الإقالة عشان ما ننسى طيح لا كتبت لو كان فريق غير النصر هو اللي كان متصدر وهو اللي فاز على الهلال في كأس ولي العهد راح يعني الشباب الأهلي من ناحية أخي نقولك من ناحية الجماهير بالذات نعم يؤثر هذا الموضوع على الجماهير بلا شكل أن الجماهير هالية ونصروية هو مثل أهلي والاتحاد لكن من ناحية موضوع سامي ما له دخل والآن أستطيع أوضح لك الشو يعني بتكون فيه إقالة ولا لا مثلا لو فريق ثاني غير النصر كان أقولك سوء الحظ في ذاك الوقت إيش اللي حصل لم يحقق بطولات كان نصر راجع اللي حصل هو التالي توريني صور أنا أبو سامي وسامي بوسني فلاني يحظني أحظنا خلدي على جنب هلما توصل دوري الثمانية ماشي في كاساسيا كاساسيا ايه ليش شيء بدربك شيء بدربك ليه ماشي الثمانية تكمل معه تكمل معه هذا المنطق والعقل وماشي الأمور تمام لكن هذا الرأي اللي في الاجتماع الشرق لا لا أنا أقول لك سؤال منطقي المنطقي المنطقي سؤال منطقي ومن صالحنا يا أخي مدرب سعودي هلالي ليس فقط بطولة تسير بطولتين حصل أنه بعض اللاعبين يقي تبيه ولا ما تبيه عاجبك ولا مو بعاجبك هذا الحق وهذا الصراحة وهذا الحصر بغض النظر عن الصولة ورنية بعض اللاعبين على جانب السعودية رأوا نفسهم يعني أنه أفضل وخلنا نتكلم متعودين عن مدربين العالميين اللي يجون الهلال كأفضلية بدون أسان هو يوم ما ما عندي مشكلة يوم ما بس مو بالحين ليه مو باليوم يوم ما يقول هذا فلان 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 لين تقعدوا أو لين راحوا ثنين سامي نظرا أنه محب من الجميع الجمهير شرف لا يغرك محبوب كإيش عمل في الهلال من يومك اللعب بعض هذا اللي كمان يبغوا يطلعوا يظهروا من اللاعبين من هاللي قلتك عنهم يبغوا يظهر نورهم صار هو مغطي عليهم فصار هذا مسبب كذلك مسألة نجومية اي فسبب كذلك هالمشكلة احتقان ضد سامي يا أخي اسمع في كهرباء وصار في اه مسمي احتقان يتبغوا تسمي أنا سمو الأمير الرجل خد كل شي خد الإعلام خد الشو خد الشهرة الحين بعض الناس يقولوا عضاء الشراف يا أخي بالعكس بصالحنا هذا الله العظيم يعني واحد يبغى يحقق بيسامي ولا بغير سامي بس وش صور واحد من سعودي في أحلى منها مثل يوم يحقق ناصر جوها هذه كانت المشكلة الرئيسية والذي يريد يحاجن فيها يوم لما جاهزين بالأدلة لأننا الرحمن مساعد صدق في اجتماع بعض الشراف قلنا ما هو الوضع الحل ما هو الحل هذا الوضع لأنه عندنا تكملة هي بسيطة أجمعوا بتحفظ اللي بره الاجتماع واللي في الاجتماع أذكر واحد بس ليس قريب كثير وليس بعيد كثير من ناحية الموضوع هذا لكن أمشي مع الاجماع الاجماع على أنه سامي يترك ويكمل الرجل لو كان السبب هذا موجود أتحدى أنه كان حصل سبب اللاعبين سبب اللاعبين سبب اللاعبين لا تحدى أن يكون أي سبب آخر طيب سمون أمير وهذا يؤثر انتبه يؤثر في الملعب يا أخي يؤثر نفسيا بغض النظر على الكلام وبغض النظر عن أي ثبتات أخرى طيب هذا مو بكته أنت رأيك الشخصي في الاجتماع الشرفي إيش كان سمون أمير أنا رأيي أنه نعم بحكم هالوضع وبحكم انتبه في فرق أنه تسمع وفي فرق أنك تعرف أنا كتعرف على الموضوع هذا وبسبب مصرحة الهلال وكان يعني خلنا نقول لك هو وصل للدور الثمانية وبعدين هذا رجي يكمل وصل للدور وصل للنهائي وبعدين النهائي رجي كم يكن يكمل بس حصل فراغ في رجي وغير رجي فأنا كان رأيي نعم نعم وكان هنا ليس هنا عاطفي طمح عاطفي أنه نبغاه يطلع بطريقة صحيحة الوضع مهما كان يا أخي خدم الهلال وفعل وعمل وانه مبصير الدور الثمانية و و و و و كان فيه اعتراض يعني أنه يعني 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 لا لا أنا قصدي يعني فيه فرق بلاعبك السعودي اللي يفعل وعمل كلاعب وكمدير وكمدرب وهي فرق مدرب يعني يعني مهما بسعودي فرق شاسع فيه أعضاء شرف سمو الأمير في الاجتماع ربطوا دعمهم أو استمرار دعمهم لا لا ببقاء لا 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 لي في الاجتماع سامي لا بناء على اللي عرفها لا وبيني بينك يعني ما وصلت لهال وش اسمه لهال المستوى طيب أنا برجع على نقطة على اللقاء سامي الجابر الفضائي لكن أبتكلم عن اللاعب ولو كانت هذه كان كنا ضد ضد الشخص هذا يعني ما أكثر عليك أنت عارف أنا من يوم طاح الولد من عشر سنين أو تسع سنين أنا كفيت يدي تماما يعني عن الوضع اللي مش تماما مهما كان هلال في عوق يعني قصدي من العلاقة وطيدة إلا في وقت النوازل أو مشكلة أو خسارة أو شيء ما نونع يتواجد الواحد لكن وقفنا لكن لو حصل كان لا فقلنا مو صحيح تربط هذه بال هذه ما صحيح وصينا ضغط غير مقولة طيب أنت ذكرت مونمير بأن السبب السبب الرئيسي في عفاء سامي هو أغلبية اللاعبين سواء أنا لا أقول أنا أقول لك أنه لعبي مؤثرين أجانب وسعوديين طيب بدت استاتيك والكهرباء في موضوع هذا وخفنا على المستقبل طيب إدارات الهلال يعني على مر تاريخها كان كان شعارها الكيان الهلال أولا نعم ومن ثم اللاعبين نعم يعني انضباطية اللاعبين نعم نعم في حديثك الآن لا تغير الوضع لا تغير الوضع الله يسلمك إنه هذا قد سيؤثر على أبسلك المدرب والحكم السعودي وضعهم صعب الإعلام يقرؤون الجماهير يسمعونها البيت يسمعون الجم وش اسمها الجار يسمعون في المسجد يسمعون وضع المدرب السعودي واللاعب والحكم السعودي صعب جدا وغير محمي لأنه يقرأ كل شي ويسمع كل شي والضغط اللي موجود ضغط غير بسيط ودجع على ذلك الضغط اللي يجعل عبد الرحمن مساعد وجاء قبل الرحمن بدل محمد يعني لو أتى مدرب الآن آخر سواء رجي أو غيرا وقالوا اللاعبين ما نبغى ما قلنا ما أنتبه لا قال يعني هنت فيه في نقطة لا يتجرى اللاعب أن يقول ما نبغى إلا واحد يقول فلان وفلان استشف الوضع وشعر بالوضع بإشارات أنه في مشكلة في التكملة لما هو بعد هذا بعضهم رأوا نفسهم لذلك عاد الهلال القوي ربما يعني أو بعض اللاعبين قدموا مستوياتهم طرعا على فكرة كان ممكن يعني ليش يقول لا ممكن سامي كان يوصل طبعا لو وصل مثل رجي نفس الموضوع اللي حصل من الحكم ما أحد كان بحكم بطولة أصلا مستحيل أنا في رأيي الموضوع اللي حصل في بطولة آسيا من الحكم يعني أنا رأيي ليس ظلم أنا رأيي فوق الظلم أنا رأيي فساد أي مدرب لا لا موجيب حتى هم الإسرائيليين وقرأت بعض الجرائل الإسرائيلية وقرأت الحكم مشقال والوضع كامل غريب غريب جدا حتى يومك هذا يعني أنا حكامل الآن معنا ومع الفرق الثاني السعودية مهم ووضع عادي طيب خرج الكابتن سامي الجابر وقتها كان يدرب الهلال في لقاء فضائي ومن بعد اللقاء فعلا أحدث انقسام آآ آآ بين الشرفين تحدث تحديدا عن الأمير بندر بن محمد وأن الفئات السنية لم تعد تضخ النجوم للفريق الأول حدث فيه خلاف بين الأمير بندر و سامي إذا من يبغلطان أي لحظة أنا ملغبط فيه مقابله جالس اللي هو في اللي قال على عبد الله مساعد و عبد الرحمن مساعد و محمد فيصل و بندر محمد على أن مفروض الأمير عبد الرحمن يستقيل يستقيل طيب أنا بس أكسب هذه العالمية كانت أنا أظن سامي نجرف في الموضوع هذا و لم يقصد مستحيل رجالي يرشحك للرئاسة أغرة النجومية أنا أقول ما أدني يعني ما بعدها شيء أحين واحد يرشحك للرئاسة و بعدين تكون له يرتاح حسن لم يوفق يعني في تفضل يعني يوفق و بعدين محمد فيصل و بعدين في عبد الله مساعد و بعدين في طيب الأمير بندر محمد هذه بالذات هذه وحدة هذه أذكرها و كانت يعني أبغى رائح فيها كانت يعني خذل يعني خذل لأمير بندر محمد يخش طبيعي حتى عبد الرحمن ضحك و عبد الرحك موضوع الفئات السنية أنا مدري هي ذي ولا غيرها النقطة هي التالية أنت يسامي مدرب كان مدرب الفريق مدرب الفريق مدرب الفريق بندر محمد كان من الناس اللي متمسك في سامي يوم يام و برحمته كان يبيه عارض على ذهاب عارض متحفظ يعني بين و بين يبغاه في الفريق عشان الفريق مو بقصته شيشين والله العظيم يبيه عشان فريق يهلال يعني عبد الرحمن صعيد هو اللي كان تعرف الشيخ عبد الرحمن له وضع أني طفلة هلال لكن اللي تقول على موضوع نمير بندر نمير بندر أنه نعم تؤثر أكيد وسامي هو صريح بس كانت صراحة هذه في محلها أنه خلنا نقول سامي يكون صريح يعني هو صريح نعم أثرت على لبندر شيء طبيعي اليوم أثرت يعني من منطقي ما تأثر صراعا السؤال هل هو عنده حق فيها أو ما عنده حق فيها أنت الأقرب سامي لحظة رحمة أنا أقول عنده حق فيها أو ما عنده حق فيها أظن الجواب هنا الأمير الأمير بندر قال أنا تركت الفئة السنية الإشراف على الفئة السنية بعد مستقام عضوية الفئة السنية هذه طبعا ما قبلناها وتركت الفئة السنية إلى لغيري للنادي فهو بنفس هو بنفس عملها يعني سامي كان محق حتى لو محق مفروض أنه يعني ما يتطرق لها لو كان محق ما يتطرق لها نوعا من الوفاء للأمير بندر محمد يا أخي العلاقة أكبر من كذا أكبر من كذا أو المصلحة مصلحة الكيان مصلحة العلاقة خل واحد من بره يقولها العلاقة ما بينهم والمحبة الموجودة والوضع مو بوقتها مثل الموضوع حق ذوليك يعني أنا أضحك صراحة شان بني أضحك يرمي أحد يجرشحك بعد يقول لها رح يفتاح الله حتى عامل عليها زون طيب يا أخي أنا أبرشحك يا أخي استسمع إذا البعض يريد أن يقول هذا كان ثأر لو هذا كان سحب أضواء وهذا كان كذا كذب وعار وزور لأن في النهاية همنا يا أخي بطولة والجماهية يريدون بطولة والله العظيم لو لا 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 استغفى الله العظيم وغيرت أقول اتحالف معايش البطولة هي المهمة وهذه يقولها الجماهية لكن موضوع هذا قلت أنا أصبح الهلال يشتاق للبطولات الآن غير محلة غير محلة كان أنا أفرأي ولكن أمير بندر الجواب على سؤالك تركها للنادي وأنا أظن الله يسلمك أنه أنه لو نرجع إلى سنين سابقة قديمة يعني واحد يشتغل ويعمل ويدفع والآخر يوصل وإلى وفي النهاية يخذل أنه ينسى في الموضوع هذا تؤثر عليه لكن ليس لدرجة أنه يصل بموضوع أنه يثقر أو ما وصلت هالحد وإذا وصلت من أي عضو شرف يا باقيين يا أخي طيب أذهب إلى فاصل سمون أمير أول في الحلقة وأعود لك فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر